هاهاهههه! هاههو احضر اصلك يا عوضان! ما كان لديش تصرفات الشركات؟ وانت على الطرقات؟ صيق مثلا ما كان كاره Natar makuna مع الناس؟ ما كان Cinderella'syeon coming? وكارت Without Pratt ㅎㅎ إذا لم يخلق التصرفات за Manyamaan Mang visitors ويساعد التصرفات التي نفعلها ويمكن تأدي الآخر ماشي بالضرورة تكون الأدية جسمانية مباشرة يمكن تكون الأدية معناوية يمكن يحس الشخص أنك تعفص على حق من الحقوق دياله بمجرد تصرف أنت كتعتقد أنه بسيط منك ناخده مثال مثال بسيط جدا أنت غادي في الزنقة وأنت الدفل دفلتي بالنسبة لك تصرف عادي شميتي شي رحا ما أعجبتك شي ما تلفلتي لعليامي لعلياسار قلتي يخ دفلتي تصرف من التصرفات لما تحسبهاش ولكن شحال من واحد كان ماشي حداك شحال من واحدة كانت ماشي حداك تقززة تقززت من ذلك التصرف أديتي واحدة أخر لما تشعر بحل العادة دائما كتبشي للصاكة كتأخذ باكية ديال القارو كتحل باكية كتحيد الميكة كتكمشها بيدك وكتلوحها تصرف من التصرفات اللي تعودت عليها بالنسبة لك عادي ولكن أديتي واحدة أخر أشياء بسيطة بسيطة جدا كنعملوها فأعتقدنا أنها عادية واللينا كنتصرف معاها وبيها وعليها حتى ولاد جزء من حياتنا ولكن هي من التصرفات الخطأ في المجتمع ديالنا ووجب أننا نتحر منها وأننا نعملو ثورة عليها تصرفات وتصرفات وتصرفات تصرفاتنا السلبية كثيرة لأسف وما كنت أدوها شي فيها وبالنسبة لنا عادية وكتمر مرة الكرام بعض الدول كترجع التقدم ديالها المفكرين ديالها يرجعون التقدم ديال تلك الدولة الاحترام المواطنين لبعضهم لبعض وهذا الاحترام كيتجلة في التصرفات فكيقول لك المواطنين ديال الصين مثلا كيقول لك أنه سبب النجاح ديالنا والنمو الاقتصادي ديالنا أنه إحنا كمواطنين صينيين عندنا الثقافة ديالنا الموتج الضيرة في الحضارة ديالنا أنه كنفكر ألف مرة قبل من عملوا شي تصرف ليكون هذا التصرف غذي أدي شي واحد آخر وهذا الأدية يمكن تكون أدية مادية أو أدية معنوية بحيث أن الإنسان مثلا إذا بغي يوقف السيارة دياله وما لقى شي بلاصة وحيث هو يقضي شي غارات قريب منه يقضي يوقف الطنوبيل دياله قريبا من مكان هذك الغارات فكيوقفها ويركنها في الصف الثاني في الدوزين بوزيسيون وما كيخمم شي في هذك السير اللي غدي يجي يبغي يدوز ويلقى السير معرقل أمامه في الصين كيقول للمواطنين يستحيل على مواطن صيني أنه يعمل بحالة القضية لأنه اللي بغي يعملها كيقول ما يمكن شي غدي تصرو فيه آدي واحد آخر وما خصيش نعمل هالتصرو باش ما يوليش قاعدة ويعملوشي واحد آخر في يوم من الأيام ويآديني أنا شوفوا القراءة كيف عاملة تصرفتنا في كتير من الأحيان كتعكس حتى مستوانا وكتعكس للإنسان اللي كيكون غريب على البلاد بحال واحد اللي يجي يزورنا من قطر من الأقطار العربية ولا الأوروبية ولا غيرها يمكن كيشوف تصرفتنا اللي احنا كنعملوها بوحد طريقة عفوية واللي كنهي تصرفات سلبية ومن خلال هذيك التصرفات كيحكم على المستوى دينا وعلى المستوى دينا البلاد دينا الموضوع دينا النفايات يمكن نعمله في حلقات وحلقات وحلقات لأسف المواطن عنده سهل أنه يأكل شي حاجة ولا يشرب شي حاجة ويلوح الزبل اللي كانوا مرتبط بهاديك الحاجة اللي هو استهلكها تصرف كينم على الأنانيوم كيهمو شي الآخر اللي غادي بلو هذيك الزبل وغادي ضروف قلبوه وما غي يعجبوه شي الحال فالبعض لما كيبغي تخبك يقولون ما ديرينش الله في اللوح والزبل احنا ما أنا ما عافقكم دارونا في اللوح وكل احنا وكتلقى أنه بالفعل كان بعض المناطق اللي تعملات فيها الحاويات ديال الأزبال ولكن مع ذلك كيتم تكسيرها وكيجيوا لميخالها وكيقلبوها وكيهرسوا ذوك الرواية ديالها والمهم كيميخال خصو يهزلي فيها ويمشي ويخليها ولكن احنا كمواطنين راه يمكن تحملوا هذيك الباكية ديال 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 الحلوى اللي كلينا ولا ديال الكانيت ديال الموناظة اللي شربنا واحد اللي مود دا ونخليها في الدينة والفميكة ونبقى وغادين بهاتها اللي لقا وفيرميوها والموضوع النفايات اللي ربطناها بالغابات يا سلام على هذيك الغابة مسكينة كتكون منفسها وهانية وبخير على خير هي والحشرات اللي فيها زاحفة ولطائرة معليهم ما بهم حتى كيجي واحد المخلوق اسميته الإنسان مدمر وحش كيبان لها ذوك الحشرات والديدان وغيرها أول حاجة كيدير كيجي كيفراش كيجلس كيبدأ ياكل كيستهلك كيلعب من اللي كيبغي يمشي كيخلي زبلوم اللي يحتمى نفايات دياله على الأشكال وعالأنواع وكيجمع راسه وكيمشي جاستغل ديال الغابة وعمل فيها ما بغى وروح على نفسه فأتيقاده وزاد في حاله كأنه ما غادش يرجع ليها مرة أخرى كأن ديال الغابة ملك لشي حد آخر ما سوقنا شي فيه ولكن حتى لكانت أخلاقنا مزيانة وخا تكون شي حاجة ملك لواحد آخر كنحافظوا عليها فما أدرك بالغابة اللي هي ملكك انتك مواطن اللي كنت داخل لها منعك شي واحد غالك شي واحد ما تدخل الغابة تتخلص ما تعوم في البحر تتحط الفلوس يعني ديالك شي حاجة ديالك وما تحافظش عليها راجعوا نفسكم في هالتصرف مستماعي الكرام المؤسف أنه القبار كيكونوا معهم الصغار والقبار كيتصرفوا تصرفات سلبية والصغار كيأخذوا منهم علما أن القبار مفروض يكونوا قدوة حسنة للصغار ولكن دري اللي كيشوف بباكي حرق الضوء الحمر وكيشوف بباكي فاش كيتصرف فرعونة بالسياقة وكيشوف بباهمو كيرمي وزززبل في الغابة وزيد 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 من التصرفات كيفاش غد يكون هاد الجيل في المستقبل أشنو كنوجدو لبلادنا كل شي كيتشكا كل شي يقول لك كيرمي وززبال كل شي ما كيحط عرموش القانون تا واحد ما عندو الكبداء على هذا البلاد تا واحد ما كيدير تا واحد ما أدي بحل إحنا كيجيونا شي وحدين أخرين مشي كواكب أخرى وكيديروا هاد شي اللي واقع عنا في نهاية المطاف واللي كان حقوك اللي قوحنا إحنا اللي كل واحد فينا كتصدر منه تصرفات اللي كتضر الآخر وكلنا كنتشكوا من بعضنا ولكن حتى واحد فينا ما بغي يقول آآ ناق كندير وكنفعله وكنعمل نحاول من غدا ما نبقى شي هاكذا ولا نحاول من الآن نغير بعض التصرفات ديالي لأسف تجدرات عنا واحد ثقافة دائما الآخر هو اللي غالط وإحنا مديري نوالو واش في نظاركم المرض ديل التصرفات ديالنا المرتبطة بحياتنا اليومية هو أننا نحنا آنانيين بالقياس أو أنه ما كن شي قوانين اللي كخصة تزجرنا لزجر واش خصنا حتى يكون شي قانوني يزيرنا عاد نحتار مراسنا وعاد ما نخرقو شي تلك القوانين باش ما نخلصو شي ولم نمشو شي للحبس أولا لا كخصنا ربيوا بنفسنا بنفسنا ويلعبوا الدور دياله الإعلام في التنوير والتوجيه ديال المواطنين تصرفات وتصرفات وتصرفات ولحصيناها ما غدي شي إنساني وكثيرة جدا تصرفات ديالنا السلبية إلا أخذنا القطاع الصحي واخذنا نموذج شي مستشفى من المستشفى تصبيطار من تصبيطارات وبغينا نحلو التصرفات ديالناس والركزو على السلبية منها حديث ولا حراج الناس مفروض أنهم في واحد تصبيطار فيها مرضى كيخصوم التحتار مو وتم ما يمكن تفكروا الموت ونقولوا شو بندم كيكون بصحيح توم عليه ما بيح تاك يطيح واحد طيحة آه بندم كيعرف حق الله تاك يمرض ويطيح وزيد 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 من حديث ولكن في نفس الوقت كتلقى الناس كيدروا تصرفات خطيرة كيعفطوا على حقوق الآخرين باش يحقوا المبتغى ديالهم ما كينش اللي كيجيو كيبغي تسنى الدور دياله كتلقاه كيتشرش كيدبره كما كينش واحد اللي كيعرفو يزيده هو اللول ولا شي واحد طامع في شوية ذالرشوة يعطيها له باش يدوزه هو اللول والناس كتشكى من الرشوة وإلا جي تتخمم كتلقى الراشي هو البادي لو كان كل الناس قرروا أنهم ما يعطوا شي الرشوة ما غيبقى شي المرتاشي كيتسنى الفرصة باش ياخدها لذلك يا مستمعي الكرام راجعوا تصرفات ديال حضراتكم واركزوا على السلبي منها وحاولوا أنكم تحيدوه للأسف نحن تبارك الله عنا واحد القاموس ديال المعيور يا سلام اللي كيجب دول الإنسان وكيبدأ كيتصفح الصفحات دياله فحدث ولا حرج وهذا أيضا تصرف من التصرفات السلبية أصوات ديال اللي مدابزة من الزنقة داخلها للدار وحتى الأصوات ديال مرا وراجلها مدابزين في الدار الحومة كلها سيقى الخبار وغداع والتاني كتشوفون مقابطين وخارجين من باب الدار كأنه شيئا لم يكون وعاد البارح كتسمع شنو كتقول فيها وشنو كيقول فيها وأيضا السكارة ديال نص الليل اللي كتلقى واحد سكران شارب شي قرعة ديال نبيت الخبيث وخارج الزنقة ومفيق حومة لأسف مظاهر سلبية في المجتمع ديالنا كيخصنا كلنا نحاولو نحاربوها